موسيقى الساعة الخير أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج طعم البيوت النهاردة حلقة الحد اللي بنقابلكم فيها كل حد النهاردة حلقتنا حنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا رمضان قرب يخلص ومع بداية الأعياد بتبدأ الاحتفالات وبتبدأ الأفراح النهاردة حنتكلم عن اكسسوارات الأفراح يا ترى الأفراح لها اكسسوارات معينة بيتم العملها استعدادا للفرح كمان السبوع احنا عارفين ان السبوع بيبقى فيه اكسسوارات معينة خاصة للولد والبنت معينا النهاردة مصممة اكسسوارات هتكلمنا عن الاكسسوارات الخاصة بالسبوع وكمان الخاصة بالأفراح هنخصص جزء كبير من حلقتنا النهاردة لاكسسوارات الأفراح هتعرفنا ازاي بتشتغل الخامات هتشتغل كمان معينا النهاردة على الهوى بعض الاكسسوارات اللي ممكن نتعلم منها هنخرج دلوقتي في تقرير برضو ليه علاقة بالأشغال اليدوية هنشوف ورشة عمل على هامش احتفالات ليالي رمضان بتقدم للأطفال للأشغال اليدوية هنتفرج عليها مع بعض ونرجع نبدأ حلقتي رجعنا لحضراتكم مرة تانية علشان نتكلم عن اكسسوارات العروسة زي ما حضراتكم شايفين معينا في الستوديو مجموعة من الاكسسوارات كاسات مراوح مفارش منديل كتب الكتاب الجرب بتاع العروسة او ورد العروسة كمان الصواني او علب بتقديم الشبكة هتكلمنا عن كل الاكسسوارات دي ضوحة حسين هي مصممة اكسسوارات العروسة والسبوع كمان مرحب بيك يا ضوحة كل سنة وانتي طيبة وانتي طيبة وانتي طيبة مقبلين على الاعياد والاعياد يعني الافراح ان شاء الله نحتفل ونفرح كلنا في العيد يا رب ان شاء الله عايزك الاول تقوليلي بدأتي امتى انك تشتغلي في اكسسوارات العروسة او السبوع هو انا بدأت تقريبا من حوالي خمس سنين اه بكت بالصدفة البحتة جدا كان فرح واحدة صاحبتي ففكرنا ان احنا ننزل نجيب حاجات جاهزة موما ما عجبتنش ساعتها اي حاجة فاحنا اصلا خارجين كلية عملية فقالتلي طب انت ليه ما نجربش نعمل حاجات دي هي طبعا كانت مشغولة ساعتها بفرش الشقة او كده فانا قلتلها انا هاعمل الحاجات دي يعني فبتريت بقى اجرب دي كانت اول حاجة خالص اعملها مكانش دماغي اصلا الموضوع ده خالص انا يبقى ده كارير بتاعي بعد كده بس وعملت لها بقى ساعتها الكسات والجسد بتاعها والصناية الشبكة وعلبة الشبكة وعجبت الناس كلها بتريت بقى الناس لقيتها بتسأل بعدها بقيت الناس بتسألها مين عملك الحاجات دي بس ففكرت بقى ساعتها اعمل صفحة وابدأ ان ده يبقى شغل لي لانا كمان بحب شغل هندي ميت جدا طيب بدأتي انك تشتغلي فعلا في اكسسوارات العروسة انتي قلتي ان انتي النهار ده جايبان عشغل اكسسوارات العروسة لكنك كمان بتشتغلي في شغل السبوع اه اه بس النهار ده بمقين عشان اه الاعياد قربت وموسم افراح اكتر فقلت النهار ده نهارت حاجات افراح افراح طيب قوليلي ايه الافكار اللي انتي شايفة ان انتي مميزة فيها حاجات بتاعتك انتي اللي بتكرت فيها علبة الشبكة والصانية بالتطريز اللي فيهم طب ورين احنا بنتكلم كده في كذا موديل يعني فيه مثلا ده دي الخطوبة تمام دي لونها جولد دي كانت بتاعت خطوبة والعروسة فستانها لونه وده دي فقلت بقى ساعت هندخل بقى الجولد التطريز ده كله الماز طبعا الماز ازاز مش بلاستيك خمات عالية جدا بتدي بقى اللعمة على اللي انتوا شايفينها دي انتي لازم تبقى مع العروسة وعارفة فستانها ايه وعارفة الشبكة هتبقى كم قطعة بريتكلم في كل حاجة عشان تبدأ يتحضاري الشغل يبقى لايق على الدكار الموجود او على الفستان اه بالضبط بتكلم معاه في الفستان لون الفستان الزوق بتاعها هي فيه عرائز بتحب الحاجات الهادية جدا فيه عرائز تحب تقولي انا عايز حاجة مميزة واوبر يعني كلها بتلمع ايوة بتفرق من واحدة للتانية لازم تكلم معاهم بالضبط فيه بنات بتحب تعمل الحاجة يبقى داخل فيها تطريز الفستان فيه بنات ما بتفرقش معاها بتقولي انا سيبالك الحاجة على زوقك اعملي اللي انت عايزين طب قديلي تكلفة الحاجات دي اولا الخامات الماتورية اللي انت بتستخدميها بتجديها من هنا من القاهرة ولا ليكي اماكن معينة والله فيه بصي فيه حاجات بنجيبها من العتبة والمسكي معروفة طبعا الحاجات دي مكانها بتباع هناك وفيه خامات تانية الألماظ والحاجات الكريستال دي ساعات بجبعا مبارا ما بتبقاش من هنا لان انا فيه يعني انا شغالة على كذا مستوى فيه مستوهات عالية جدا بيحبوا الحاجة تبقى مميزة قوي فيقولوا لا احنا عايزين حاجة ما محدش شافها قبل كده خامات تكون جديدة خامات تكون مش موجودة محدش بيشوفها كتير فيه حاجات بتجبعا مبارا طبعا بتتفاوت طبعا بتتفاوت على حسب بقى المستوى اللي انت شغال عليه بزا لكن بيسبولك الفكرة انت شوفي عايزة تعملي بصي انا اول ما بدأت بصراحة كانوا لقا كانوا يدخلوا يتفرجوا ساعات كتال عروسة مثلا تجيب لي افكار معينة تقولي انا عايزة زي دي يعملي زي دي بعد الحمد لله الموضوع تطور شوية وناس كتير الحمد لله بتصق في زوء ايدي الوقت يعني انا عايزة اقولك فيها عراس تكلمني بيدي عن الشغل يتقول لي انا عايزة مثلا نقي معي ابعتلك صور العفش نقي معي ابعتلك صور اللفستين نقي معي لان هم ما شوفوا الشغل والحمد لله ناس كتير عجبها التطريز وعجبهم زوئي ففيه ناس كتير لأ بتسيب لي الموضوع وفيها عراس لأ بتبقى مختارة شكل معين بتبقى عايزة تقول لي لأ انا عايزة زي دا لكن الخمات متوفرة كلها الخمات اه كلها متوفرة طب جميل هي دوها هتفرجنا كمان على شغل هي هتعمله واحنا قاعدين بنتكلم مع بعض بس دلوقتي هنخرج في تقرير نشوف من خلاله معرض للأسر المنتجة هنتابع التقرير ونرجع نشوف دوها هتعلم رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه ضفتنا لمنورانا في الاستوديو الاستاذة دوها حسين هي مصممة اكسسوارات العروسة هتتكلمنا دلوقتي عن صواني العروسة دوها وارينا الصينية اللي انت عمليها دي بتاعت عروسة قريدي بص انا عمليك اول واحدة اللي هي بتاعت العلبة اللي احنا طلعناها الدهبي دي بتاعتها دي صيني بتاعتها دا expansion اه فيها نحاس وفيها silver وفيها gold فيها الثلاثة دراجات يعني الدهبي بس انا انا عن نفسي ما حبتهش دفاشة شوي بس الاكسيدي منطق منطقها جدا اه بالظبط كده دي العلبة بتاعتها بيبقى فيها نفس الشغل بصي نفس الشغل كله علماز إزاز وطل والصانية دي اللي عليها ده من تحت طل ده كله طل واللي فوق ده بيبقى زي أورجانزا كده دي الصانية اللي بتقدم عليها الشربات العروس بصي بتقدم عليها الشربات الكسيت بتقدم عليها علبة الشبكة ممكن بعد كده العروسة يعني أنا دايما بقول لهم الألماز طبعا عشان خامته كويسة وإزاز هي ممكن تلمعه وتشيلها وتحطها على التصريحة بعد كده بتحط عليها البرفن بتاعها ممكن تقدم عليها شوكولاتها للضيوف يعني لها كذا استعمال تمام طيب والتانية دي التانية بقى دي بتاع الزفاف دي كلها بقى شغل سلفر بس دي شغلها أعلى شوية منها وانتي حتى فيها ريش كمان الريش الأبيض ده الريش ده يقولك الناس خبيته جدا حاولتها الغيئة دخل حاجة جديدة ما فيه شيء الناس عجبها شكله رئيق جدا وده شغل نفسه ده طريس جوه الصانية انتي اللي بترزي الحاجات دي ولا بتشتريها وحدات جهزة وتلزقيها فيه حاجات بتبقى وحدات جهزة يعني دي مثلا كذا وحدة مع بعض وانا بركبهم ده على حسب بقى بيبقى الزوء العين اي يعني فيه حاجات بقى لقيها ماشية مع بعضها بركبها فيه حاجات بقى لقيها مش ماشية مع بعضها فما بدخلهاش طب تمام وجرب العروسة الورد بتاع العروسة كمان بيبقى مميز وبيبقى ليه شكل مختلف فيه بقى الجرب فيه مثلا ده يعني فيه عروسة عندي كالتحاجزة عايزة طالع موضة قوي التوليب الأحمر اللون الأحمر أو نيبيتي عموما طالع موضة قوي السنة دي مش بيروه بسنة دي منتشر أكتر هو رائي جدا ما فيهوش أي حاجة يعني شغله رائي جدا وحتى الشغل اللي على الإيد برضه أعتقد أن الجرب ده اللي هي بتحتفظ بي يعني بتبقى عاملة واحد تاني ورد طبيعي ده اللي بتحدثه للوصفات وده اللي بتاع اللفة والتصوير بالضبط كده فيه واحد تاني برضه الأبيل ده بقى عليه كريستال ده فيه تطريس كريستال وألماز كريستال برضه كله أزاز برضه وده جبير برضه متطرس كله بيبقى مميز طب أنت وعدتنا أنت حتشتغل لنا التوق عشان نشوفه ده الناس كتير سألتني عليه ده الوصفات أو البنائة الصغيرين أو صحاب العروسة بالمسوط اللي هما بيبقوا حوالين العروسة بيبقوا دايما عدد زوجة اربعة أو ستة فأنا جايبة كده حاجة بسيطة ممكن البنات كمان تعملها في البيت احنا عايزين أن حلقتنا تبقى يعني زي ما بنفرج الناس على حاجات لطيفة وياخدوا منها أفكار عايزينهم كمان يتعلموا يعني يطلعوا من الحلقة بمعلومة ممكن ينفذوها في البيت هو ده ما بدأين طوق عادي جدا ما كوش أي حاجة نلفها ليستان وديه عشان ربطة الراس لأن احنا ما بنبقاش عارفين حجم الراس معين وده بيبقى الورد اللي بنجيبه بيبقى ورد فوم ورد صغير جدا ومبيبقى طويل بس أنا قصاه طبعا عشان نركبه على تمام ومسدس الشامع والمسدس طبعا أنت الأول أنا هاوصف لحضراتكو اللي ما شفتهوش الأول هي ضوحة جابت سرتات عادية بلاستيك لونها أبيض آه بالزرعة وبدأت تلف عليها بمسدس الشامع الستان الأبيض لغاية ما غطتها كلها وبعدين هتبدأ بقى توزع عليها الورد الأبيض الصغير عشان تدينا شكل لطيف للبنات الصغنانين بس بنبدأ بقى من الأول خالص كده مش عافة كاميرا كده جايباني أيوة جايبكي جايبكي وجايب الورد وجايب المسدس وجايبه كل حي ماشي تمام بتبدأي تشتغلي واحدة واحدة لازقين في بعض آه بالزقهم طبعا كويس جدا ودي لي بيتطلب منك الأطواق دي على طول في الأفراح آه طبعا بيت حاجات أساسية آه دايما بيتطلبوها للأطفال الصغيرين وفيه كمال حاجة ننسيت أجيبها معي بيبقوا البنات الصغيرين مسكنها السلة آه السلة اللي فيها الورد آه أو الحاجات السوانانة اللي بتترشي حوالين العروسة آه آه الكف الأزرق أنا بس ملحقتش أجيبها معي والله لدي بس الوقت وكده أوكي مرة جاية بقى مرة جاية تي حاجة كتيرا بتعيز أجيبها آه وتجيب لنا حاجة السبوع لأن كمان بتبقى شكلها مختلف ومميز البنات غير الولاد آه والألوان آه أنا برضو بعمل شغل السبوع برضو بالألماز برضو حاجة مختلفة مش اللي هو الغربة للتقليل وبعدين الألماز الإزاز ده بيبقى أقيم وأغلى عن البلاستيكات آه كمان في الإضاءة ديكي شايفة إحنا مثلا إضاءة الستوديو غير بقى إضاءة طقاية الفرح آه يعني في الإضاءة العالية بيدي شكل تاني خالص يبقى شكل حلو الكسات كمان بتختاري الفستونات اللي انتي لزقاها على الكسات حسب برضو ديكار العروسة وفستانها والمكان اللي هي فيه يعني الحاجات اللي بتبقى الخطوبة اللي معمولة في البيت بيختلف الإكسسورات تعيتها عن الخطوبة اللي معمولة في قاو آه بتبقى أهداء شوية يعني حاجات البيت بتبقى أهداء شوية من الحاجات اللي بتبقى فقاها لأن القاوة بتبقى أولا القاوة بيبقى لها ديكور خاص آه تبقى بيبقى فيها شغلة انتي مفروض تبريزي شغلة في مساحة واسعة جدا غير لما بتبقى المساحة صغيرة فلا بتفرق طبعا من المكان للتاني وده برضو بيعتمد في الآخر برضو على زق العروسة أكيد طيب قوليلي لما بنعمل لما بيبقى عندك مناسبة فقاعة كبيرة وبتقولي عايزة تبرزي شغلك وعايزة يبان بتبدأي تستعيدي من قبلها بقد إيه بنيبقى معاك يا حد بيساعدك ولا أنت بتشتغلي لوحدك هو حاليا أنا شغالة لوحدة لأن أنا برضو دماغي عايزة أقولك أنا يعني جربت إن أنا جيب بنات وأضربهم بس لسه يعني في حاجات أم حدش هيا رف يعملها زي ما أنا بطلعها أنت واسكة في شغلك بالظبط كده أنا أقول واحد برضو تعب عمل اسم لي فأنا ما عنديش تعداد إن أنا أضحي فجأة بحاجة يعني تعبتي فيها بالظبط كده طيب قوليلي يا دوحة في عايز طلبوا منك أفكار غريبة شواء أو قوليلي يا عروسة كانت طلبة مني في حاجة اسمها الجهزت بوك اللي بيبقى على باب القاعة طبعاً اللي المعزين بيكتبوا فيه تهنئة بيكتبوا فيه تخزط لا ديكت عايزة نعمل بوكس أوكي بوكس كبير قوي مش حتى البوكسات الصغيرة بوكس كبير قوي بالخشب ومنحوطة عليه صورتها هي والعريس هي لسه الفكرة بتتنفذ لسه ما خلصته هاش يعني أوكي أي بعتلهم جوابات في البوكس ولا إلا وأول ما يفتحوا فيه جنبها بولة كبيرة أول ما يفتحوا البوكس ببقى فيه أغنية معينة بتشتغل بقى أساميهم وبيقى فيها كروت عليها صورهم وبس بيكتبوا بقى التهنئة ويحطوها في البولة بس فكرة البوكس نفسها أن عليها صورهم منحوطة بالخشب دي كانت جديدة يعني أيها فكرة حلوة ومتعبة شوية بس لسه بتتنفذ ربنا يا سهل بقى وتطلع حلوة إن شاء الله كمان أنت بتشتغلي في مناديل كتب الكتاب أنا شايفة عليها صور العروسة والعريس وعليها أساميهم آه فيه كذا شكل أنا مش عرف الكاميرا لا أجيباهم كلهم فيه اللي هو الكاريكاتير أوكي فيه شكل تاني ما بنحطش عليه صور بيبقى مجرد صورة كارتونية عادية جدا وبيبقى كل التطريس طبعا يدوي لولي كل التطريس ده خياطة يدوي هند ميت ده هما بيكتبوا بيه الكتاب بعد كده بيبروزوا أو بيحتفزوا بيحتفزوا بيه وبتصوروا بيه أوه بالزبط وفيه ناس بتخطفوا طبعا طبعا طيب قوليلي البنات بقى اللي بيبقوا زي ما احنا قلنا مدمجال دونير أو وصيفات العروسة بيبقى ليهم طلبات مختلفة الطوق يبقى لون الفستان يبقى كل واحدة لها طوق لون مختلف أي حركات كده من الجديدة اللي بتبقى في الأفراح لا هما مش بيعملوا كل طوق لون مختلف هو بيوحدوا لون حسب اللبس بتاعهم وبيقولوا لي وأنا بجيب طبعا الورد على اللون ده أوكي الورد ده كمان أنا بحط عليه من جوه ألماز مش بسيبه وسادة كده أيوة عشان يبقى بيلمع بيبقى بيلمع ويبرو أنا أصلي غاوية الألماز في كل حاجة انتي شاكلك باين عليه غاوية الإضاءة والحاجات اللي بتلمع بالزرط والعريس بتساعدك في كده يعني على طول كل طلباتهم كده ما فيش حد بيقولك لأ مش عايز ألماز عايز لولي بس عايز حاجات حفية بصي كافية أنا كتير جدا مش حابين الألماز بس شافوا الحاجات بتدوا يقتنعوا الحاجة شكلها حلو مش شكلها عارفة في حاجات بتبقى كلها بتلمع ملهاش شكل مجرد حاجات ملزوقة جنب بعض بتلمع ففي ناس غيروا الفكرة شوي الحمد لله يعني طيب انتي كل شغلك في الإكسسوارات ولا بتلاقي عروسة جات قالتلك أنا حديكي الطرحة بتاعتي اشتغليلي عليها لا في الإكسسوارات بس ما فيش إكسسوارات بس طيب في بعض الناس في الخطوبة أو في كتب الكتاب أكتر بيحبوا يده للناس سوفينير اشتغلتي في حاجة كده لا برضو لسه ما مرش عليها طبع عندك فكرة أنك تبدأي فيها بعد كده ولا إيه ممكن لا أبوسي أساسات فيه ناس بتحب تعمل جرب صغير ساعات بتحب تعمل لا هي والدت مامة العروسة مامة العروسة ساعات بعمل لها بوكي صغير لها دي بنعملها يعني دايما بيبقى بعض العروسة مامتها على طول وصحابها طبعا أيوا أكيد فيه الوشاح مكتوبة علي أم العروسة صحاب العروسة بخلط العروسة على حسب بقى الصفة بيبقى فيه كمان وردات بيلبسوها الرجالة في البدل بلعة العريس دي أنا قرأيب أصلا لسه كنت بتكلم فيها مع واحدة من يومين إن إحنا نوية إن شاء الله دخلها يعني أيوا نوية دخلها لإني لسه ما عملتهاش بيعملوا وردة لون لأهل العروسة ووردة لون تاني لأهل العريس بحس الناس تبقى عارفة فيه سويرة مثلا زي دي كده بس فيه منها ألوان دي برضو كان بتاعة كتب كتاب دي بيتحط معاها وردة زي دي زي اللي هنا بيبقى على حسب لون الطوق يعني دي كانت ملونة كتفشية فيه اللي زي دي الأبيض الأوفويت بتبقى مع الطوق وبيبقى مع الوشاح دي الأكسسورات الخاصة بإصحاب العروسة أو بمامة العروسة أيوا بالزبط كده طيب قوليلي أفكار تانية مجنونة كده حد طلبها منك؟ أنا بفكر بحاول أفتكر بصي طالما مش فاكرة تبقى مش مجنونة قوي طيب الأفكار العادية إيه اللي خدتيه من التراثنا القديم؟ يعني أكيد التراثنا القديم فيه أفكار سبتة ما بتتغيرش زي مثلا في السبوع السبوع الغربال والهون أو الكف الأزرق مفيش عروسة طلبت منك تحط لها أزرقات في الإكسسورات عشان الحسد وكده؟ لا لا حصلت مرة إيه بقى؟ حصلت مرة بس أول ما بدأت شغلي خالص قلت لأنا عايزك يتعملي كان فريم كان فريم بتاع التصوير وكانت عايزة بالأسامي بتاعتهم أحطت لها كفين زرق يمين وشمال جنب الأسامي أنا استغربت صراحة الفكرة ساعتها جدا يعني ما فهمتش لأن هم كان هعملوا بيه فوتو سوشن للخطوبة بتاعتهم فما فهمتش قوي ليه يعني لكن غير كده لكن غير كده لا ما طلبش مني بصراحة حاجة زي كده هو ده الطوء الطوء بقى شكله جميل حتى من غير ألماز شكله رقيق أنت عارف عن الحاجات دي ولسه طبعا مكملش قوي لأن مش كل الخامات طبعا معي بس وبتربط بقى على حسب حجم الرأس أيوة من وراء الحاجات دي بتتباع جاهزة في المحلات بس أنا أعتقد ان انت لما بتشتغليها يا دوية أولا بتبقى تكلفتها أقل ثانيا بتبقي بتضيفي لها لمساتك غير لما اشتري حاجة موجودة منها كتير غير اللمسات كمان الحاجة اللي معمولة في البيت كان الميت بتبقى معمولة شوية بدقة أكتر يعني أنا في حاجات بشوفها في المحلات في حاجات بمسكها بإيدي مش معمولة مش مخدومة ولهي القوي لازقين نقطة اللي هو هتمسك الحاجة هتفكها على طول لأ أنا من ضمن حاجات اللي باهتمة بها ان الحاجة لازم تبقى مزوقة كويس جدا عشان تقدر العروسة تحتفظ بها أطول فترة مش حاجة مجرد هتاخدها ليلة وتترك اندي بتبقى حاجات للذكرى وفي نفس الوقت ما يحصلش موقف بايخ في وسط الاحتفال بالزبط كده بالزبط فكل الحاجات اللي انت جبتها النهاردة كلها مميزة طب أنا احنا ما كلمناش عن المسك ده آآ مسك العروسة آآ يعني ايه موضوع المسك ده برضو تقولها ده برضو بيتلبسوا العروسة في الفوتو سيشن بيبقى فيه الاسود بتاع بتاع العريس وهو مجرد بلاستيك من ورا احنا بنجيب البلاستيك ده تمام والدنتيل بقصوا بقى على قد انتي اللي بتكثيب الدنتيل انا بجيبهم بلاستيك فاضي انا بجيبهم بلاستيك فاضي مش بحب برضا جيبهم جاهزين لان اللازق بتاعهم ما بيعجبنيش يعني بيفك بسرعة احسن حاجة انت بتشتعلي الحاجة بمزاج لازم تبقى الحاجة عجبك بالضبط كده وبجيب الدنتيل بقصوا على حسب المسك اللي هو البترون يعني اللي معايا ده مهم وبحط بقى الاطراف شايفة الوزة اللي مخطوطة دي اللي هو الاطار الفينيش عشان الفينيش بس يبقى شكل خيص عشان اللازق ما يبقاش بايد اه وهنا برضو ممكن احط كريستال او الماز او وردة مهم الريش عامل شغل عيد الريش اه ايه فالعروسة بتبقى المسك بتاعها ابيض بتاع العريس بيبقى اسود هو بتاع العريس ما بقاش فيه شغله بيبقى صيفة اسود مفوش اي شغله والشغله كله بيبقى على ده في برضو واحد زي ده انا ما جبتوش برضو معي بيبقى كله ألماز كله عبارة عن ألماز بس بيلمع بيلمع جدا بيبقى شكله بصراحة رائعي اكيد اكيد طيب العروسة والعريس اه في ايه تاني بيحبوا ياخدوه من الاكسسورات يحتفظوا بيتهم هو بصي اهم حاجة فيه الجاست بوك ده مهم جدا طبعا بيتشال في الدولاب بيبقى زي ذكرى يعني ده لو عد عليه 10-15 سنة بيفتحوا يشوفوا مين اللي كتب لهم بيبقى فيه ده سبعا وقتها بتبقاش موجودة كانت موجودة وقت الفرح بيتبقى ذكرى كويسة جدا اكيد ومنديل كانت بالكتاب ومنديل كانت بالكتاب دول اكتر حاجتين بيتشالوا فترة طويلة الكسات لا لا الكسات اصلي بصي هي كسات حلوة كل حاجة بس تتحط في نيش لكن انت لما ترجعي لذكرى زي المنديل مكتوب عليه التاريخ او الكتاب مكتوب لك فيه تهنية او ذكرى بتبقى احلى بتبقى احلى طيب قوليلي بقى انت بتشتغلي في الحاجات دي قلتلي من 5 سنين من 5 سنين لغاية النهاردة ايه الاضافات اللي انت ضفتيها من خلال خبرتك من خلال الافكار العرائس اللي بتجيلك يعني صفحتك على الفيسبوك من خمس سنين مختلفة عن النهاردة اهو طبعا طيب اهو طبعا اه لا الاضافات ان انت ببصي انا كل فترة بنزل بشوف ايه الخامات الجديدة وطور فيها ايه الالوان الجديدة ايه الحاجات اللي انا ممكن اضيفها بينزل كده كده كل كم شهر اصلا خامات جديدة بتشوفيها او انا فيه حاجات دايما بتبعها من برا اوكي يعني انا ساعات بيعجبني شوية الموضة برا اكتر في الحاجات دي بنختبس منها افكار بالضبط وباضفها هيل لكن طبعا اول ما الواحد بدأ كان لسه ما كنت بقى بجيب صور اقول انا هعمل زي ده لكن دلوقتي لا الوضع طبعا مختلف خمس دلوقتي الناس اللي بتاخد صور ونوية برضو طور بتحصل والله طيب اه دوحة نورتينا وتعلمنا منك النهاردة موضوع الطق والمرة الجاي ان شاء الله تشرفين او تبقى معاكي حاجات اكتر باذن الله ان شاء الله ضفتنا اللي كانت من ورانا في الاستوديو الاستاذة ضوحة حسين هي مصممة اكسسوارات العروسة نورتينا وكل سنة وانتي طيبة انت طيبة حضراتكم النهاردة ياريب تكونوا استمتعتوا بحلقتنا من طعم البيوت تكونوا كمان خدتوا افكار جديدة للعرائي سواء كانت خطوبة او فرح وان شاء الله العيد يكون كله خير وسلام ومحبة ان شاء الله نقابلكو في حلقة جديدة بكرة مع فريق اعمل جديد وطعم البيوت محبة شكرا